اصدر مجلس النوى بيان ان اكد فيه تأييده التام لما تضمنه البيان الصادر من قوة الدفاع البحرين بشأن استعدادها لمساندة وزارة الداخلية والاجهزة الامنية الاخرى في التصدي للعمليات الارهابية التي تستهدف حياة الرجال الشرطة ودعمه لكافة التوجيهات المعاززة للحفاظ على امن واستقرار مملكة البحرين كما قرر المجلس الموفقة على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية بشأن الدعوة الجنائية في جرائم المال العام وإحالته الى مجلس الشورى الموقرة جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت برئاسة السيد علي العرادي النابل اول رئيس مجلس النواب حيث تم عرض الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر وإحالتها للجان المختصة بعد سارض المجلس ردود وزير الطاقة على السؤال المقدم حول الهيئات والشركات والمؤسسات التي تمتلك فيها الحكومة أسهما وتستفيد من الطاقة المدعومة خلال الثلاث سنوات الماضية إضافة إلى الآثار المالية الناجمة عن قرار رفع سعر البنزين وعلى صعيد متصل وفق المجلس على تقارير اللجان البرلمانية بخصوص الاقتراحات برغبة وقرر إحالتها للحكومة الموقرة اشتركوا في القناة